فوز النهاردة ليس الحصول على نقاط الفوز هو أكبر مكاسب اللقاء النهاردة ولكن التمقنان على حالة المصابين وعودتهم للمباريات كان أحد أهم مكاسب مباراة النهاردة هنروح لمريم سميح زملتة من الأرض الملعب ولقاء مع نجم من نجوم الفريق وأحد العائدين من الإصابة أحمد صلاح تفضل يا مريم مرحب بيك مرة تانية كابتن هيسم وطبعا يعني التحية موصولة للنجوم نجوم السودي التحليلي كابتن ناشا طلعت وكابتن كريم جمعة بعد طبعا انتهاء المباراة في الجولة السبعة التوالي فوز مستحق وفوز كبير على نادي الظهور وطبعا زي ما انت قلت يا كابتن مهم جدا نحن نتطمن على عودة المصابين مرة أخرى طبعا بيسعدني أن يكون معايا دلوقتي النجم فريق طير الرجال بالنادي الأهلي كابتن أحمد صلاح برحب بيك على الشاشة كنونة النادي الأهلي حمد الله على السلامة طمننا أصابتك عامل أيدي الوقت سلام بيكي طبعا الحمد لله طبعا بس على كابتن هيسامو كابتن ناشا طبك كريم جمعة الحمد لله رب العالمين الدنيا أحسن كان عندي شد بس في ظهري والحمد لله يعني بقى ترجع واحدة واحدة والحمد لله يعني كمان طوله تمام يعني دلع السلام يا كابتن يمكن سبع جوالات متتالية فوز متتالي هل ده بيخلق نوع من الأريحية ولكن زي ما قلنا بيبقى فيه نوع من الحماس أكتر أنه يكون فيه فوز أيضا في الجوالات المقبلة لا طبعا أكيد نادل أهلي علمنا أنه ما متفكرش في الفوز بس فده الطبيعي بتاعنا يعني لكن طبعا فيه كمان حاجة كويسة جدا كابتن يمكنهم عملها لأنه بيشارك كل الفرقة وكمان كان مصعد أو أربع العيوة من الناشئين فدي حاجة كويسة جدا وأتمنى إن شاء الله أن ربنا يكرم إنه كمان الموسم طويل جدا السنة دي فلازم ناس كلها تشارك فإن شاء الله بإذن الله أنا شايف أنه بإذن الله الموسم بداية كويسة وتمنى إن شاء الله أن ربنا أن يكملها على خير إن شاء الله كابتن أحمد يمكن زي ما بتقول هو موسم طويل يمكن نظرا للنظام الجديد المسابقة شايف الفترة المقبلة يعني ممكن يكون شكلها إزاي خاصة أنه حاجة جديدة على العيبة وممكن يكون المنافسة مع مين أكتر حد أو فكرة أنه الأهلي هيكمل مشهور إزاي خلال الفترة المقبلة والله أنا شايف طبعا الفرقة اللي جاهزة يعني الفرقة اللي كلها لازم تشارك والفرقة اللي هي عندها بنج كويس هي اللي هتقدر تكمل للآخر وده اللي كابتنمدوا بيعملوا دلوقتي إن يشارك كل الفرقة حتى النشئين عشان لا قدر الله لو فيه إصابة يبقى الناس داخل جو الفرقة مش هزي مش هزي هتعودهم على جو الفرقة فأنا أنا كعن نفس أنا جربت الحكاية دي كبرة مصر لكن طبعا هي حياة جديدة في مصر هنا هي طبعا من نفسها عائدة صبر إن هي طويلة وفيها ماتشاط كتير وفيها طبعا الأول كنت بتلعب أربع أو خمس فرق مرة رايح جاي وخلاص لكن ممكن تلعبهم أربع أو خمس مرات الفرقة الواحدة فطبعا يا شايف إن ده حاجة كويسة جدا للكرة الطائرة المصرية وده هيفيد المنتخب بعد كده إن شاء الله يعني كابتن أحمد نورتنا وشرفتنا حمد الله على سلامتك مرة تاني شكرا كنت أحكي لك شكرا الحمد لله كابتن هيسم يمكن تطمننا طبعا على واحد من نجوم فريق طائرة رجال النادي الأهلي ويمكن كمان كلمنا عن نظام المسابقة بما إنه نظام جديد على اللاعبين خلال الفترة المقبلة ولكن هو شايف إن فكرة دمج كمان العناصر عناصر الشباب في الفريق هيكون إضافة قوية إن شاء الله وإن شاء الله يكمل الموسم على خير ويكون اللقب الخامس على التوالي من نصيب المسترز رجال النادي الأهلي رجال كرة الطائرة النادي الأهلي بشكرك جدا كابتن هيسم العودة لك مرة أخرى زملتنا مريم سميح بشكرك على هذا اللقاء وأحمد صلاح كالعادة احنا جمهور النادي الأهلي بنحب نشوفك في الملعب يعني عينينا بتحب تشوف أحمد صلاح في أرض الملعب ترجمة نانسي قنقر